السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله كم مننا أو كم من إنسان يشتكي من وجود مشاكل مشاكل عائلية، أسروية، اجتماعية إلى آخره لكن هل نسأل أنفسنا من أين هذه المشاكل؟ من أين أتت؟ وما السبب؟ هنا آية من آية الله عز وجل في سور القرآن قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة معيشة ضنكة يعني سوداء، يعني معيشة كحلة مشاكل، هموم تتخبط فيها ما دمت بعيدا عن الله الله غيور إذا رأىك تعرض عنه يتركك لنفسك يتركك لمشاكلك، تعيش حياتك وتدبر أمورك بنفسك ولكن لا تنسى أن الشيطان بجانبك إذا أعرضت عن ذكر الله أو عن الله سبحانه وتعالى وابتعدت عنه فإن بجانبك شيطان قرين حيث قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين يعني أما الأحسن هل نكون بمعية الله ويكون لك قرين ملائكي وعون الله عز وجل وتكون في حمايته أم نعرض عنه ونبتعد عنه ويكون لك شيطان قرين طبعا بجانب الله من تكون أنت؟ من تكون؟ أنت من تكون؟ حتى تريد أن تدبر أمورك في حياتك بنفسك لن تستطيع لن تستطيع لأن الله الزوجل قال وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون لن تستطيع أن توفق بين هذا وذاك وبين وفي عملك وإلا بمعية الله كل شيء لله كل شيء فيك لله كل شيء فيك لله أنت لله أنت لست لنفسك أنت لست لنفسك أنت لله ومالك مال الله وصحتك لله وأولادك لله وكل شيء تملكه فهو لله لا تقول لي أو مالي ولدي لا كل شيء لله عز وجل إذن من تكون حتى تعيش لوحدك وتدبر أمورك والله قمة القهر قمة القهر من يبتعد عن الله عز وجل وعن ذكره إذا تركك الله فهي مصيبة مصيبة أن يتركك الله لنفسك تتخبط في مشاكلك وفي همومك وفي أمراضك والشيطان لعنة الله عليه أكيد سيكون لك قرن إذا من الأحسن أن نكون في معية الله إذا أردت أن تحس بسعادة كاملة وبنشاط وبحياة سعيدة فتقرب وكن في معية الله كن مع الله يكن معك كن مع الله يكن معك إذا ابتعدت عن الله كما كان قلوه فقد ضيت ستضيع بدون الله وهي الأمور يدبرها من؟ الله سبحانه وتعال الله من يدبر الأمور عندك صحابكم بالله راه إحنا مثلا إحنا اللي كنلقوا الخدماء إحنا اللي كنقروك النجح راه ما كتقرأ إلا بإذن الله ما كتنجح إلا بإذن الله ولا تحصل على نتائجك إلا بإذن الله ولا في صحتك ولا تحصل على صحتك إلا بإذن الله حتى ولو أخذت الدواء فالشفاء من الله الله هو الشافي وإذا مردت فهو يشفيه إذا لن تستطيع أن تتحرك خطوة واحدة من دون الله عز وجل بلما تحاول لا تحاول فلن تستطيع دع عنك التكبر ودع عنك الأنا أنا 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 فمن أنت فكّر فكّر قليلا من أنت لا شيء أنت أتيت من عدم خلق الله خلق الله الإنسان من عدم إذن الله من خلقك هادك الإنسان اللي خلقوا الله سبحانه وتعالى إذن أنت مخلوق هاش من حول وقوة عندك لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله عز وجل لا تحول من الفقر إلى الغناء إلا بإذن الله لا تحول من المرض إلى الشفاء إلا بإذن الله لا تحول من الهموم إلى السعادة إلا بإذن الله كل شيء بيد الله أبيت شئت أم أبيت فالله سبحانه وتعالى هو من يدبر أمورنا غير فقط استمع لله عز وجل غير يسمع لله سبحانه وتعالى ودير ذلك شيء قال لك طبق قواعد التي قال لك الله عز وجل وصير في الطريق المستقيم لماذا نطلب الله عز وجل دائما في سورة الفاتحة وفي الصلاوات اهدين الصراط المستقيم إلى ما هدكش الله للصيرات المستقيم فقد ضعت إذن اسمع كن مطيعا ألم ينادي الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فسمعت النداء ألم يقل الله سبحانه وتعالى في قصة نوح يا أرض بلعي ماءك فسمعت النداء ويا سماء أقلعي فسمعت النداء إذن اسمع والنار وما خلق الله يسمع النداء ويطبق ويقول سمعا وطاعة وإحنا إذن إلا ما طبقت إذاكش النداء اللي قال الله سبحانه وتعالى غير صيرة المستقيم سير استقم كما أمرت فقط وستعيش السعادة الكاملة رايحيك الله حياة طيبة لمشيت معه ومع السنة النبوية ومع الكتاب ومع القرآن ومع النواهي والأوامر ونطبق ذاك شيء قال الله سبحانه وتعالى ونبعد على ذاك شيء لنهن عليه والله لن ترى التعب والهم والشعم ولا شيء سيحييك الله حياة طيبة لا شقاء فيها ولا هم ولا حزن ولا نكد ولا شيء ولكن إن أعرضت عن ذكر الله فإن لك معيشة ظنكة فاللهم يا ربي ثبتنا على طريقك وثبتنا على صراتك المستقيم فإننا لا حول ولا قوة لنا إلا بك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر